محيط رأس المولود آه بيتقاس كل الحاجات دي بتتقاس بيكون في المتوسط 33 سنتي المتوسط يعني المحيط الراس بنقيسه كده بالمزورة الطبية تمام؟ مع وجود طبعا فتحات خلفية وامامية أنا بس عايز أشرح معنى الفتحات دي لأن في ناس ممكن تفتكر إنها فتحات بالمعنى المفهوم لا هي فتحات في العظام يعني إيه؟ يعني الجلد مغطيها يعني لما بنحط إيدينا طبعا كل الأباء والأمهات اللي عندهم أطفال أو موليد جدد أو حتى اللي ولادهم كبروا هيفتكروا اللي أنا بقوله ده لما بنمشي إيدينا كده بالراحة قوي على راس المولود هتبصوا تلاقوا فيه حتة زي ماكون فاضية بس متغطية بالجلد تمام؟ هي دي الفتحات اللي احنا قصدنا عليه إن فيه فتحات فيه فتحة أمامية وفتحة خلفية تمام؟ بس متغطية بالجلد وكل حاجة الفتحات دي مع عملية النمو بتاعة الطفل بتقفل فالفتحة الخلفية مثلا بتقفل وبتكتمل مع باقي عظام راس المولود عنده عمر ستة الشهر الفتحة الخلفية اللي هنا الفتحة الأمامية بقى بتكون هنا بالزبط كده بتقفل متأخر شوية بتقفل عنده عمر السنة وسبعة شهور طيب إيه تاني من المواصفات القياسية للمولود سواء ولد أو بنت وقت الولادة؟ محيط الصدر محيط الصدر ده بين إيسو ومحيط الصدر عند المولود بيكون في المتوسط 34 سنتي إجمالا لما نبص كده على المولود لحظة الولادة أو أول ما بيخرج من غرفة الولادة أو غرفة العمليات بنبص على المولود بنلاقي إن حجم الرأس بيكون كبير إذا ما قورن بجسم الطفل خلوا بالكم النقطة دي لأن فيه ناس كتير قوي يا ما ناس كتير قوي أباء أمهات يقولوا هو رأسه كبيرة شوية لا هي رأسه مش كبيرة هو حجم الرأس طبعا هيبان إنه كبير مقارنة بباقي جسمه لكن هو الطبيعي كده الطبيعي كده وقت الولادة فما تقلقوش كمان هتلاحظوا إن الرجلين الطفل الساقين يعني بتكون رفيعة جدا يعني رفيعة بشكل كبير قوي شكرا